السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الدقائق على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى وأن يرزقنا من يديه شربة هنيئة مليئة لا نرد ولا نضمأ بعدها أبدا إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله من الأحاديث المباركة التي قالها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وتنطبق على كثير من الصحابة الكرام هذا الحديث ألا وهو الناس معادن كالذهب والفضة خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا فربما ترى الصحابي كان مقدما في الجاهلية ويتمتع بالسمعة الطيبة بين أبناء قومه وفي عشيرته وحينما يشرح الله صدره للإسلام والهدى يزداد هذا الصحابي نورا على نور ومن هؤلاء الصحابة المباركين الذين كانوا يتمتعون بالسمعة الطيبة والذين كانوا يتمتعون بالحب الوافر بين قومهم وبين عشائرهم هذا الصحابي المبارك عثمان بن عفان رضي الله عنه أيها الأحبة عثمان شخصية فريدة بمعنى الكلمة وحق له بجدارة أن يقال فيه نعم العبد كانت المرأة الأعرابية قديما إذا أرادت أن ترضع ولدها وإذا أرادت أن ينام صغيرها تقول له أحبك الرحمن حب قريش العثمان كان عثمان يضرب به المثل في الحياء والجود والكرم فعثمان هو أول من هاجر إلى الله بأهله بعد نبي الله لوط عثمان صحابي تستحي منه ملائكة الله لكم أن تتصوروا إلى هذا المشهد البديع أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما في بيتها جالس كشف عن ساقيه فدخل عليه الصديق رضي الله عنه ورسول الله على هيئته فكلم أبا بكر وكلمه أبو بكر ثم خرج الصديق رضي الله عنه فجاء عمر فكلم رسول الله وكلمه رسول الله ورسول الله على هيئته ثم خرج عمر فلما جاء عثمان جلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى عليه ثيابة وأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تراقب هذا كله فقام عثمان وخرج عثمان فجاءت عائشة رضي الله عنها وقالت يا رسول الله استأذن أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله ثم استأذن عمر فلم تهتش له ولم تباله فلما استأذن عثمان جلست وسويت ثيابك فقال لها يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الله رضي الله عن عثمان رجل تستحي منه ملائكة الله عثمان هو الصحابي المبارك الذي كان يجري القرآن في دمه لكم أن تتصوروا أيها الأحبة أن العبودية وأن مقام العبودية من أشرف وأرقى وأعلى المقامات على الإطلاق كما أصلنا ذلك في أول لقاء وبينا بأن أشرف وظيفة على وجه الأرض أن تكون عبدا لله جل وعلا عثمان رضي الله عنه ارتقى في مراق العبودية ولكن أعظم باب ارتقى منه عثمان ومر منه عثمان حتى ارتقى به في مراق العبودية ألا وهو باب القرآن لكم أن تتصوروا أيها الأحبة الكرام أن عثمان رضي الله عنه كان يصلي الليل كله ويختم القرآن في ركعة واحدة وذلك في كل ليلة هل تصورت معي هذا المشهد؟ هل تصورت معي كيف كان عثمان رضي الله عنه يتعبد للرحيم الرحمن بآيات القرآن يقيم الليل كله من العشاء إلى الفجر ويختم القرآن الكريم كله في ركعة واحدة حتى أنه كان يقول والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا سبحان الله العظيم عثمان بن عفان يعطيك الآن مقياسا لسلامة قلبك إذا أردت أن تعرف الآن أيها الحبيب وإذا أردت أن تعرف الآن أيها الغالية ما هو مقدار السلامة في قلبك فاعرض قلبك على القرآن واقرأ القرآن وراقب حال هذا القلب هل سيسكن؟ هل سينشرح؟ هل سيطمئن؟ أم سيضطرب؟ أم سيضيق؟ فالقرآن كتاب نور وكتاب هداية ولا يسأم القرآن إلا من ملئ قلبه بالشهوات والشبهات ولله قول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه حينما قال كما أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة كذلك أنوار القرآن لا تدخل قلبا ملئ بالشهوات والشبهات فعثمان رضي الله عنه بيّن لنا كيف نقيم قلوبنا وقال رضي الله عنه والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا هل كلنا يحفظ؟ كلنا يحفظ هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه هذا الحديث الذي رواه عن رسول الله من عثمان بن عفان رضي الله عنه فما من أحد تعلم القرآن أو علم القرآن إلا وفي ميزان حسنات عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنا أعجب والله حينما أطالع سيرة عثمان رضي الله عنه وأرى هذا الخير وهذا الفضل وكيف كان القرآن في قلب عثمان رضي الله عنه وأرضاه عثمان أيها الأفاضل هو رجل قرآني فريد عثمان رجل قرآني فريد رضي الله عنه وأرضاه حتى روي أنه قال بعض المفسرين أن هذه الآية ما نزلت إلا في عثمان أم من هو أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قيل أنها نزلت في عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان عثمان من أهل القرآن كان عثمان من أهل القرآن بل هو الذي كتب القرآن وهو الذي وضع المصحف الإمام رضي الله عنه وأرضاه يوم أن جاء السبائيون وأرادوا أن يطعنوا عثمان بن عفان رضي الله عنه ألم يقل لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن من عاش على شيء مات عليه عثمان عاش في حياته مع القرآن بل حتى أن الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه ذكر في البداية والنهاية أن البركة ما حلت في خلافة عثمان ومن تشرت رقعة الإسلام في جنبات الأرض في خلافة عثمان إلا ببركة القرآن فعثمان كان معتنيا غاية العناية بالقرآن ولما لا وهل شرفنا ربنا إلا بالقرآن وهل ميزنا ربنا إلا بالقرآن أخاطب الآن أمة القرآن أين بيتك الآن من القرآن أين أنت من القرآن القرآن حياه والله لا أتصور إلى قلب قد خالي قد خلا من القرآن والله لا أتصور الآن إلى قلب قد خلا وانفض من القرآن القرآن حياه بل ما شرفنا ربنا جل وعلا وما رفع ذكرنا إلا بالقرآن قال الله جل وعلا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي فيه شرفكم وعزكم بين الأمم وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين فالقرآن رفعة القرآن شرف القرآن هداية القرآن نور ولا يحرم من القرآن إلا محروم عثمان عاش حياته كلها مع القرآن يتعبد للرحيم الرحمن بآيات القرآن رضي الله عنه وأرضاه لما حاصر السبئيون دار الخلافة وأرادوا أن يخرجوا على عثمان وأن يقتلوا عثمان رضي الله عنه ماذا فعل عثمان أين فر وأين ذهب ما فعل عثمان أي شيء إلا أن أحضر المصحف بين يديه ونشر المصحف الإمام وبدأ في قراءة القرآن أنت الآن ستقتل يا أمير المؤمنين فر حتى أن الصحابة دخلوا عليه حتى يدافعوا عنه وحتى يحولوا بينه وبين السبئيين ولكنه رضي الله عنه أقسم على كل من له عليه سمع وطاعة أن يكف يده وأن يغمد سيفه هكذا كان عثمان لا يحب أن يقابل الفوضى بالفوضى ولا يحب أن ترق قطرة دم واحدة بسببه فعثمان أقسم على كل من له عليه سمع وطاعة أن يكف يده وأن يغمد سيفه ونشر المصحف الإمام وبدأ عثمان بن عفان رضي الله عنه يقرأ في آيات القرآن بدأ من الفاتحة وما إن وصل إلى صدر صورة البقرة وظل عثمان يقرأ حتى انقض عليه السبئيون وطعن عثمان رضي الله عنه شيخ كبير جاوز الثمانين عاما ورغم ذلك تسقط أول قطرة من دماء عثمان على قول الرحيم الرحمن فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم هكذا أيها الأحبة كما خالط القرآن دماء عثمان وفي هذا اليوم الذي قتل فيه واستشهد فيه تسقط دماؤه على آيات القرآن فمن عاش على شيء مات عليه هكذا أنت وهكذا أنت يجب علينا أن نتعلم من عثمان رضي الله عنه ويجب علينا أن نسير خلفه في ركاب القرآن وفي حياة القرآن القرآن حياة لا تقل بأنك كبير لا تقل بأنك مريض لا تقل بأنك ضعيف ونحن الآن في شهر القرآن ونحن الآن في أيام القرآن ونحن الآن في نفحات القرآن هيا بادر وقرأ القرآن ودونك القرآن واحفظ القرآن واعمل بالقرآن القرآن حياة والقرآن نور قال صلى الله عليه وآله وسلم الماهر بالقرآن اللهم اجعلنا منهم يا رب مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران لا توجد أمة على وجه الأرض تملك وحيا موصولا بالسماء إلا هذه الأمة فإياك ثم إياك أن تقصر مع القرآن وإياك ثم إياك أن تكون من أهل هذه الآية وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا احذر أخي الحبيب واحذري أخت الغالية يجب علينا أن يكون لنا حظا مع القرآن فالقرآن يصنعك كما صنع عثمان رضي الله عنه وإذا أردت أن تعرف سلامة قلبك فعرض قلبك على آيات القرآن وتذكر قول عثمان والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم في هذه الأيام وفي هذه الليالي إلى ما يرضيه شكر الله لكم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وقفت ببابك يا خالقي أقل الذنوب على عاتقي أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي وقفت ببابك يا خالقي أقل الذنوب على عاتقي أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي اشتركوا في القناة